قال بنوا على قبره مسجدا أي كان هذا حالهم قال وصوروا فيه تلك الصور أي صوروا في المساجد تلك الصور صور الصالحين كما مر بنا في قول الله تبارك وتعوى قال لا تذرن أليهتكم ولا تذرن ودوا ولا سواعوا ولا يغوثوا ويعوقوا ونسرة وكانوا رجالا الصالحين فلما ماتوا صنعوا لهم تماثيل هذه هي الصور صنعوا لهم تماثيل ثم مثلا ذلك صارت تعبد من دون الله تبارك وتعالى فهذا كان صنيعهم في تلك الفترة ثم قال أولئك شرار الخلق عند الله إذن هو لا يمدحهم بهذا صلى الله عليه وسلم بل يذمهم صلاة ربه وسلام عليهم يذمهم على هذا الفعل قال شرار الخلق ولا يعني أن هؤلاء فقط شرار الخلق ولكن هؤلاء من شرار الخلق هؤلاء من شرار الخلق كما قال ومن أظلم من منع مساجد الله أن ترفع ويذكر في اسمه كذلك هؤلاء من شرار الخلق من اتخذ مع الله إلها آخر من شرار الخلق وهكذا هؤلاء من شرار الخلق ليسهم فقط شرار الخلق ولذا جاء في الحديث عن نبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساع إلا على شرار الخلق يعني أسوأ الناس في هذه الدنيا فالقصد إذن أنه ذم النبي صلى الله عليه وسلم محذر صلى الله عليه وسلم من هذا الفعل بقوله أولئك شرار الخلق أي لا تتخذوهم قدوة لا تصنعوا صنيعهم ولا تقتدوا أثرهم في هذا الأمر وفي الحديث ظاهره النهي عن بناء المساجد على القبور لأنه لا كانوا يعني يبنون مسجدا على القبور بنوا على قبره مسجدا والأصل أن القبر شيء والمسجد شيء آخر لا يجب أن يجتمع لا يجتمع المسجد مع القبر فالقبر شيء والمسجد شيء آخر هؤلاء جمعوا بنوا على قبره مسجدا والناس مع القبور لهم حالتان يعني مع المساجد إما أن يبنى المسجد على القبر وإما أن يدفن الميت في المسجد يعني أحيانا القبر يكون هو الأصل ثم يأتون ويبنون مسجدا على هذا القبر أو يكون المسجد مبني ثم إذا مات ميت أخذوه ودفنوه داخل المسجد وكل الأمرين محرم لا يجوز ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قال أولئك شراروا الخلق طيب ماذا نفعل في مثل هذه الحالة الميت تدفن في المقبرة والمسجد يكون لعبادة الله لا يجتمعان لا يجتمعان طيب لو اجتمع بني مسجد على القبر أو دفن ميت في مسجد نقول من هو الأصل إذا كان الأصل القبر قبل المسجد ثم بني المسجد على القبر نقول هذا المسجد لم يبنى على تقوى من الله طيب والمسجد الذي لم يبنى على تقوى من الله قال الله تبارك وتعالى لا تقم فيه أبدا إذا لا تجوز الصلاة في مسجد بني على قبر طيب ماذا نصنع؟ نهدم المسجد واحد يقول كلفة يعني شيلة القبر أسهل من هدم المسجد خاصة إذا كان المسجد كبيرا أو مزخرفا أو بدلت فيه أموال أو كذا لا يهمه المهم التوحيد نقول هذا ليس بمسجد هذا لا يقبل الله صلاة فيه سبحانه وتعالى لأنه لم يبنى على تقوى من الله فيهدم المسجد مهما كلف لم يبنى على تقوى بني على قبر تعمدا الحالة الثانية وهي أن يدفن الميت في القبر فنقول المسجد أصلا هو الذي بني بالتلان دفن الميت في المسجد هو الخطأ إذا ما الصحيح نخرج الميت من المسجد يعني ينبش القبر ويخرج الميت ويدفن في المقبرة في المكان معد للأموات ولا يدفن في المسجد